كورس خبرات دوائية عملية لصادر المجتمع والمشافي هذا الكورس الإلكتروني سأدمه على مدى أربع أسابيع سيكون متاح لبقية مختصير الرعاية الصحية من أطباء وموردين لأنه نعرف نحن في تداخل بين التخصصات الضبية الغاية من هذا الكورس هي حل مشكلة تواجه كثير من صادرة المجتمع والمشافي وأيضا المتدربين فالمتدربين هنم يلاقوا أحيانا صعوبة بتطوير خبراتهم الدوائية أثناء وجودهم بالصيدليات لأنه بالأصل الممارسين هنم خبراتهم الدوائية تبخرت خاصة بعد سنتين من التخرج وعم يكرروا خبرات يعني تعلموها أثناء دراستهم الجامعية أو أثناء ممارستهم وحتى في كثير من الممارسات أحيانا عم تكون خاطئة وغير مستندة لدليل فعم يلاقوا صعوبة المتدربين حتى بأنهم هنم يحصلوا على خبرات دوائية متقدمة بحيث تفيدهم مستقبلا بممارستهم وأيضا مثلما أن صعاد الممارسين هنين تبخرت معلوماتهم بعد سنتين من التخرج وصارت تعتمد خبراتهم فقط على الممارسة وقالنا هذا الشيء مدائما صحيح خاصة إذا ما تم متابعة آخر دراسات والأبحاث لذلك نحن عملنا هذا الكورس لحتى نحاول نرمم خبرات الممارسين سواء نعم يمارسوا بسيدات المجتمع أو المشافي وأيضا لحتى يستفيدوا المتدربين أيضا من هذه الخبرات مباشرة مننا خاصة إحنا نعم شارك الخبرات من خارج الدول العربية يعني وفي تأخر بالممارسة السيدلانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهذا الشيء طبعا أنا وضحته بآخر بحث أنا ملته فباعتباري السيدلاني باحث ومطلع فمشانيك نحنا وجدنا هذه المشكلة وعم نحاول نحلها بتأديم هذا الكورس وحتى غيره من الكورسات الدوائية المتقدمة مثل كورس الحكم العلاجية اللي كمان سيكون هذا الكورس هو تمهيد إليه فكورس الحكم العلاجية هو متقدم أكثر وأيضا ممكن للأطباء والممرضين يستفيدوا منه حاليا هذا الكورس هو كورس أصير على مدى أربع أسابيع سيكون تمهيدي لكورس الحكم العلاجية مثل ما أنه ما هي متطلبات المشاركة؟ أول شيء أنك تكون أنت سيدلاني ممارس أو متدرب يعني إذا أنت كنت بسنواتك الأخيرة من دراستك الجامعية فيك تشارك بهذا الكورس أو سيدلاني ممارس سواء كنت متخرج حديثا أو صار لك زمان متخرج كمان الأطباء والممرضين فين هنا نشاركوا لأنه فين نستفيدوا الخبرات الدوائية العملية اللي موجودة ضمن هذا الكورس لازم يكون عندك الرغبة والاهتمام بأنك أنت تكمل الكورس كاملا لحتى تحقق أهدافك فبتبلش بالأسبوع الأول وبتنتهي بالأسبوع الأخير وبتعمل الاختبار الموجود بهذا الأسبوع الأسبوع الرابع والأخير وتخصص من وقتك ساعة على الأقل أسبوعيا لحتى تحقق أهداف المشاركة فيك طبعا تسأل أسئلتك ضمن منصة الكورس وأنا بحاول أني جاوبك على الأسئلة تبعك أثناء متابعتك لهذا الكورس طبعا لازم يكون عندك إنترنت سرعته متوسطة أو جيدة أو جيدة جدا لحتى تستفيد من هذا الكورس إذا كان كتير بطيء أكيد ما رح تفتح معك الفيديو لأن الإنترنت عندك بطيء فمشان ما تواجهش صعوبات تقنية إذا أنت كان عندك أي مشاكل تقنية بالإنترنت أو صعوبات تكنولوجية معينة فما رح تستفيد من هذا الكورس حاول أنك تطور التقنيات اللي عم تستخدمها أو تلاقي حل الخدمات الإنترنت الضعيفة بحيث تقدر تستفيد معنا من الكورساتنا إذا كان متوسط أو جيد أكيد فيك تستفيد من هذا الكورس وفيك تعرف إذا أنت تتابع هذا الكورس أو لا من خلال أنك أنت تجرب تفتح أي فيديو على اليوتيوب شوف هل فيك أنت تتابع الفيديو أو لا فإذا قدرت تتابعه أكيد فيك أنت ساعة تتتابع هذا الفيديو ضمن منصتنا لأنه يعني منصتنا أيضا تحوي على مشغل لجميع المحاضرات المرئية فأكيد سيشتغل عندك أما إذا المتابعة بالأصل على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو على أي موقع فيه محتويات مرئية صعبة أكيد ستلاقي فيه صعوبة فهي بس بشان تقدر تعرف كمان المتطلبات أن يكون عندك إلمام بالتعامل مع التعليم الإلكتروني مع منصات التعليم هاي بحيث أنه ما تواجه أي صعوبة أثناء التنقل بين أجزاء الكورس المتطلب السابع أنك تعمل جميع الواجبات المتعلقة بهذا الكورس خاصة الاختبار النهائي ما هي أهداف هذا الكورس؟ هناك أربع أهداف رئيسية الغاية الرئيسية التي نصل إلى أنك كصيدلاني ممارس سواء كتب المشافي أو بصيدلات المجتمع أن تكون ممارستك جيدة لا تكون ممارسة عشوائية حلو؟ يتم تقديم أفضل رعاية دوائية للمريض لذلك الهدف الأول أنك تتعرف على أهم الخبرات الدوائية العملية التي يجب أن تعرفها كصيدلاني ممارس أو متدرب لأنك كمتدرب تعتبر أنك كمتدرب أو صيدلاني مستقبلي أيضا ترمم منسياتك الدوائية كصيدلاني ممارس لحتى يتم البناء عليها مستقبلا بكورساتنا المتقدمة مثل ما أنا كورس الحكمة العلاجية وغيره من الكورسات كل شهر أو شهرين في عنا كورس جديد فأكيد الكورسات كلها ستكون مفيدة لكم ونحن برنامجنا بلشنا فيه من أكثر خمس سنوات فستبررين دائما بتقديم الخبرات والكورسات والخدمات الدوائية المفيدة للمختصين ثالث هداف تطبيق الشي اللي حتتتعلم بهذا الكورس بالممارسة بسردات المجتمع أو المشافي رابع هداف تحقيق الممارسة الدوائية الجيدة فالأهداف هاي كتير مهم أنه يعني يتحققها بعد ما يعني تشارك بهذا الكورس لحتى مثل ما أنا نحقق الغاية الرئيسية هي تقديم أفضل رعاية دوائية للمريد شكل المواد التعليمية سيكون بشكل فيديوز لأنه يعني نعرف المحاضرات المرئية هي أكثر طريقة تقدر أنت تستفيد منها فأنت حتى تسمع صوتي وحتشوف السلايدات وشرحي عليهم إلى آخره فالفيديوهات المرئية مدتها بتتراوح بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة ليش نعملنا هيك لحتى الكل يقدر يشوفها في حال كان عنكم أي مشاكل تكنولوجية وعنكم ضعف الإنترنت كمان لحتى تبقى مركز يعني طوالها 15 دقيقة أو 20 دقيقة معنا لأنه يعني الزهم بتشتت بعد هذا الوقت وفق العديد من الدراسات فمشانيك نحن نخترنا هذا الوقت بين يعني بين 15 إلى 20 دقيقة بالكتير فالفيديوهات هي مجزئة بهذا الشكل وموزعة على الأسابيع الكورس طبعا الأسابيع الثلاثة ستحوي على محاضرتين وثلاثة كالأسبوع وبالنسبة للسليدات ستكون بشكل PDF فيك أنت تنزلها على الموبايل أو اللابتوب وتقرأها بحيث تعمل مثلا مراجعة مستقبلا أو حتى تراجع الكورس قبل ما تعمل اختبار النهاي طبعا اختبار النهاي التقييمي هذا سيكون بالأسبوع الرابع عليه 100 درجة ولازم يكون درجاتك عليه أكثر من 70 لحتى تحصل على شهادة مشاركة بهذا الكورس أيضا سيحوي هذا الكورس على أسئلة وإجابات تفاعلي بحيث أنك تسأل السؤال ضمن المنصة وأنا بحاول أن أرد على السؤال بأسرعات مخطط الكورس سيكون مثل ما أنا على أربع سبيع الأسبوع الأول هو خبرات دوائية عملية للممارسة لسليدات المجتمع الأسبوع الثاني خبرات دوائية عملية للممارسة بالمشافي الأسبوع الثالث هو تداخلات دوائية يمكن تواجهك بالممارسة والأسبوع الرابع هو اختبار تقييمي على 200 درجة طبعا يمكن أقول لي سيادات المجتمع أنه أنا مثلا إذا أنا عم مارس ضمن سيادات المجتمع شو ممكن تفيدني الخبرات الدوائية العملية للممارسة بالمشافي نظرا لأنه مهنة سيادلة يعني عم تتطور وعم صير في تقديم خدمات موسع على السيادلة فمستقبل ممكن أنت ما يضل دورك بسيادات المجتمع فممكن أنت تطور أدوارك فشانك نحن هالكورسات هاي نحن شايفين المستقبل باعتباري باحث تخصصي يعني بالممارسة السيادلانية فأكيد هذا الشيء سيساعدك في حال تم تقديم أدوار ضمن المشافي للسيادلة بحيث تكون أنت يعني قد يطور خبراتك وامتابع أول بأول بحيث تصير أدوارك ضمن المشافي مو بس ضمن صدريات المجتمع فمشان هيك كمان ممكن تفيدك الخبرات الدوائية وكمان لأنه في تقاطع مثل ما قلنا بين التخصصات الطبية فالأطباء والمرضين فيهم كمان يستفيدوا فمشان هيك يعني هذا الأسبوع سنحكي فيه عن الخبرات الدوائية لممارسة المشافي كمان يستفيد بنا لصدر المشافي الهوبيتال فارماسيس والكلينيكال فارماسيس أو صدر السريرية أهم الملاحظات حول هذا الكورس هو بشمل 250 معلومة دوائية تتعلق بالممارسة الدوائية بس ضدات المجتمع والمشافي كل معلومة دوائية حيتم تقديمة وشرحها والتعقيب عليها بشكل يعني مفصل بحيث تكون مفهومة عند الجميع مثل ما أنا لو حدا عنده أي سؤال حول أي معلومة حيتم تقديمة بهذا الكورس فينا هو يطرح الأسئلة ضمن المكان المخصص داخل المنصة طبعا في شرح مرئي حيكون حول طريقة التعامل مع منصتنا منصة كورسات فارمايند لحتى تعرف كيف تتعامل مع التبويبات ومع الزرار الموجودة ضمن الكورس بحيث لا تلاقي أي صعوبة أثناء تصفح الكورس هلأ حيتم عرض المعلومات بطريقة مبسطة بدون أي تعقيد لحتى نحقق أهداف هذا الكورس نعرف نحن الخبرات الدوائية إذا نعقد فيها يعني ما رح نخلص فأنا دائما يعني بتتبع منهجية التبسيط بحاول أني أقدم الخبرات هاي بشكل مبسط وبالنسبة للخبرات المتقدمة أكتر فضروري يعني من المتطلبات أنك تشارك بالكورسات المتقدمة أكتر أنك تمر على هاي الكورسات اللي أنا هلا عم بعملها اللي هي مستواها متوسط لنسبة لهذا الكورس مستواها متوسط أوكي فضروري تكون أنت عامل هذا الكورس لحتى تنتقل للشيء المتقدم أكتر طيب لأنه بنعرف الأشياء المتقدمة أكتر أدما حاولنا مبسط لازم يكون في عندك باكراند أو خلفية حول الموضوع لذلك نحن نعمل هالكورسات هاي اللي يكون عندك خلفية تجهيزا لصيادة المستقبل بعد عشرة أو خمسة عشر سنة أوكي فنحن عم رؤية طويلة للأماد فتمنى أنكم تستفيدوا من هالخبرات اللي نحن عم نشاركها من خارج الدول العربية الملاحظة الرابعة أنك أنت تأخذ ملاحظات أثناء متابعة الكورس سواء أنت عم تأخذ الملاحظات على اللابتوب مثلا أنت عم تكتب على ملف وورد إلى آخره أي أداة أو أي تطبيق أو أي برنامج بساعدك أنك تأخذ ملاحظات أو فيك تكتبهم على مذكرة خارجية أو على دفتر أو على وراء أو فيك تكتبهم على الموبايل اللي بريحك المهم تأخذ ملاحظات لحتى تقدر التراجع على مستقبلها كمان تقرأ السلايدات لحتى تراجع المحتوىات هذا الكورس مستقبلها مثلا بعد ستة شهر وبعد سنة وبعد سنتين أو فيك تقرأهم لحتى تجحس حالك للاختبار النهائي اللي هيكون بالأسبوع الرابع ومتل ما أننا سنعطي شهادة مشاركة اللي حققوا سكور أعلى من 70% طبعا بنسبة للوصول لهذا الكورس هو متاح مجانا لجميع أعضاء فهرمايند الدائمين اللي سددوا رسوم العضوية الدائمة وتم قبولهم بدفعة 2022-2023 من برنامج المستمر لا يوجد داعي لتسديد أي رسوم للمشاركة بالكورسات الدوائية المستقبلية أما إذا لم تكن العضوية دائمة ولم تكن عضويتك دائمة وفعالة ففيك أنت تسجل بهذا الكورس وتسدد الرسوم المالية الخاصة بهذا الكورس فقط في حال لم تكن عضو وإذا أنت كانت عضويتك غير فعالة وشاركت سابقا بكورسات نحن قدمناها سابقا وحصلت على شهادات مشاركة فنحن نقدم لك خصم لحتى توفر رسوم التسجيل بهذا الكورس وتستفيد من محتويات هذا الكورس أيضا فهي هي الخيارات لحتى أنت تقدر تشارك بهذا الكورس طبعا هي منصة الكورسات تبعنا farmind.net slash learn وموقعنا آمن ومحمي وبنسبة لخصوصية البيانات نحن متبعين قانون GDPR الأوروبي لحماية البيانات وبنسبة للمنصة نحن أطلقناها بأواخر 2021 المنصة الإلكترونية هي اللي بتحبيع الكورسات المصخرة هي اللي بتراوح مدة الكورس فيها بين الأربع سابقا لأتناشر أسبوع ماكسيموم فهي لساتا يعني كمنصة حديثة وبنسبة للكورسات اللي احنا قدمناها قبل أربع سنوات هي موجودة ضمن نظام تعليمي إلكتروني تابع لموقعنا مختلف عن هاي المنصة فيه أرشيف لكل شيء ما قدمناه من قبل أربع سنوات بس بالنسبة للمنصة هاي متل ما أنا فكرتها أنه بتعتمد على الكورسات الدوائية الأصيرة يعني متل هذا الكورس أربع أسابيع اللي احنا فيه كورس قدمناه سابقا هو كورس فارمايند أنتيبيتكس ريديو هذا كان على مدة عشر أسابيع وفيه كورس كمان أنا عملته قصير جدا حول برنامجنا التعليمي المستمر قدمته بشكل كورس لحتى يعني تعرفوا كل الميزات الموجودة ببرنامجنا كونه برنامج مكسف وكبير مثل ما أنا بلشنا فيه من أكثر من خمس سنوات بس كمنصة نحنا قدمنا مؤخرا بأواخر 2021 هؤلاء الكورسين والكورس هذا التالت هو كورس الخبرات الدوائية العملية المقدمة لصيدة المجتمع والمشافي الكورس الرابع هيكون إن شاء الله حول الحكمة العلاجية سيكون اسمه سيكون مدة طبعا أكثر من أربع أسابيع وحيكون هذا الكورس اللي أنت هتسجل فيه هو كورس تمهيدي لكورس الحكمة العلاجية فكورس الخبرات الدوائية العملية للمتدربين والممارسين هو يعتبر تمهيدي لكورس الحكمة العلاجية طبعا فيكم أنتو تعملوا تقييم الكورسات بعد ما تحضروها كما مثل ما قلت لكم تحاول تخصص وقت لحتى تعملوا هذه الكورسات ففيك أنت إما تشارك بهذا الكورس حاليا أو تشارك بالكورسات السابقة على حسب شو أنت بتفضل فأنت إذا بتفضل تعمل مثلا مراجعة مدادات الحيوية فيك تبلش بهذا الكورس قبل ما تعمل كورس الممارسة أو فيك تعمل هلا هذا الكورس وبعدين ترجع للمدادات الحيوية ففيك أنت طبعا تتابع جميع المحاضرات كونها هي مسجلة مسبقا موجودة ضمن المنصة طبعا الموجودة على مختلف وسائل تواصل الاجتماعي فيكم تواصل معي تليجرام على الإنستغرام على الإيميل فيكم تواصل معي على فيسبوك أو على لينك دم موجودة هاي الروابط تركت لكم ياها ضمن هذا الفيديو إن شاء الله بشوفكم داخل الكورس وبتمنى لكم الاستفادة منه وإن شاء الله نحن مستمرين بتقديم كثير من الكورسات مستقبلا لحتى تكون خبراتكم دوائية متميزة وتكونوا مميزين بممارستكم ويكون مستقبلكم المهني مشغ أكثر حلوك؟ موطمة